اشتركوا في القناة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخير حيث قدم سموهما لجالات الملك المفدى الكؤوس وذلك بمناسبة فوز الحصان بورت ليونز ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في الشوط الأول من كأس السعودية العالمي لسباق الخيل للفئة المفتوحة لمسافة 2100 متر وكذلك تحقيق الجواد دارك بور ملك سمو الشيخ عيسى بن سلمان للمركز الأول في الشوط الثاني من هذا السباق والتي قيمت منافساته في مدينة الرياض يوم أمس تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان على هذا الإنجاز التاريخي المشرف الذي تحقق لرياضة الفروسية البحرينية ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في هذا السباق العالمي الكبير الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيل معربا جلالته عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعم وتشجيع رياضة الفروسية الأصيلة والتي تعتبر المملكة الشقيقة لها الرياضة في هذه الرياضة العريقة كما أشاد جلالته بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في خدمة رياضة الفروسية ودعم وتشجيع فرسان المملكة وتطوير هذه الرياضة الأصيلة التي حققت فيها المملكة إنجازات عديدة ومشرفة على مختلف المستويات القرية والعالمية معربا جلالته كذلك عن تقديره للإسهامات الطيبة لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في دعم هذه الرياضة وتعزيز مكانتها والسعي نحو الارتقاء بها إلى أفضل المستويات كما هنأ حضرة صاحب الجلالة اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز استابل في كتوريوس بكأس حضرة صاحب الجلالة للقدرة الذي أقيم هذا اليوم لمسافة 160 كيلو مترا وعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته لفرسان المملكة بكل التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المشرفة للوطن في السباقات والمنافسات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر